الآن إليك عبدالقادر في القدس تسارع وتصاعد في وطيرة تهديدات على المستوى الإسرائيلي لكن الأهم أن هناك اجتماع للكابنة اليوم للنظر في توسيع أهداف الخرب لتشمل الشمال ما المتوقع؟ صحيح سهام والعاصفة السياسية التي أثرتها الأخبار الأخيرة القادمة من عدة مصادر ولكن تتحدث عن أن نتنياهو يزمع على إقالة جالنت خلال فترة قريبة قريبة هذا بموازات ما سيتم تبحثه في جلسة الكابينت الأمن والسياسي الأهم هو أن هذه الإقالة التي تتحدث عنها وسائل الإعلام أثارت تصريحات كثيرة تتعلق بالملف اللبناني بالتحديات الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية حول الحرب المدمرة على قطاع غزة من داخل الحكومة ومن خارج الحكومة الإسرائيلية وزير الأمن القومي تمر بن كفير هاجم جالنت وهو عضو في ذات الحكومة قبل جلسة الكابينت بساعات قليلة هذا الهجوم المتبادل بين جالنت وبن كفير كان أيضا في جلسات كابينت سابقة والآن بصورة علنية كما كان سابقا مطالبة بإقالة جالنت من قبل بن كفير ليست جديدة ولكن تكون بهذه الحدة في تصريح علني يتحدث فيه بعد شائعات وبعد تقارير نفاها بصورة أو بأخرى مكتب رئيس الحكومة ولكن حديث بن كفير يقول أن إقالة جالنت يجب أن تتم بصورة فورية وأن وجود جالنت لا يتماشى مع المتطلبات على الجبهة الشمالية المتمثلة في فرض حالة ردع على تلك الجبهة من جانبه بني جانس قال أن نيتنياهو منشغل بخدع سياسية يحاول تلفيقها في هذه الفترة الصعبة التي تحاول أو بدلا من أن يحاول الانتصار على حركة حماس واستعادة المحتجزين وإعادة سكان البلدات الحدودية على الجبهة الشمالية إلى بيوتهم هو ينشغل بإقالة وزير الأمن يو آف جالنت في فترة وصفها جانس بأنها تسبق حربا كبيرة وقوية حربا قوية على لبنان إذن جانس يتحدث وكأن مسألة الحرب أو مسألة التصعيد على لبنان قد حسمت وأن نيتنياهو يخوط في هذا النقاش السياسي في فترة حرجة جدا كالفترة الحالية إضافة إلى ذلك عائلات المحتجزين اعتبرت إقالة جالنت وتعيين ساعر إن حدثت ضربة قاضية للصفقة تقول إن مواقف ساعر السابقة تثبت أنه لا يريد الاتجاه إلى صفقة تبادل وبالتالي قد تكون هذه محاولة للقضاء على المحتجزين من قبل نيتنياهو إن حدثت هذه الإقالة كل هذه التصريحات كانت متتابعة اتهامات متبادلة تلت بيانا للحكومة الإسرائيلية أو لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا البيان اللافت فيه أنه لم يتطرق إلى اسم جالنت على الإطلاق كان مقتضبا من بضعة كلمات تحدثة عن عدم وجود اتصالات مع ساعر لكنه لم ينفي جزئية جالنت لم ينفي الإقالة بصورة واضحة وبالتالي ترك مجالا للتكهنات وما زاد هذه التكهنات هو أن المراسلة في القناة الثانية عشرة كانت قد تحدثت في أعقاب البيان عن وجود تقدم في المفاوضات نفت وكذبت هذا البيان وقالت إنه يتم التباحث حتى في مناصب وزرية أخرى إضافة إلى منصب وزير الأمن إلى تغيير أربعة مناصب وزرية في الحكومة الإسرائيلية الحالية وكان هناك تقدم كبير في هذه المباحثات ليلة أمس إذن هناك نفي في الإعلام الإسرائيلي لنفي مكتب نتنياهو وجود هذه المباحثات في مقابل كل ذلك في هذه اللحظات وفي الوقت الذي يتم فيه كل هذا الحديث عن إقالة جالنت يفترض أن لقاء بدأ بين وزير الأمن الحالي الذي تدور حوله كل هذه العاصفة السياسية والمبعوث الأمريكي حول الملف اللبناني عاموس هوكشتاين قد يكون هذا اللقاء بدأ أو سينطلق خلال الدقائق القريبة حول تناول الملف اللبناني وسط تكهنات وتصريحات تتحدث عن تصعيد قادم وكبير على جبهة لبنان تحاول الولايات المتحدة أن تفعل ما في وسعها لمنعه على الأقل هذا هو الموقف الأمريكي الرسمي عبد القدر عبد الحليم من القدس شكرا جزيلا